السلام عليكم ومرحبا بكم قبل ما نبدأ كل عادة نصلوا كامل اعلان بي معاكم صوفيان من البليدة في عمره 40 سنة متزوج وعندي طفل واحد والطفلاء هي جاية في الطريق ان شاء الله قصتي تبدأ قبل ما نتزوج تعرفت على واحد المرأة كانت بزاف شابة وتانيك نويت معها نديل الحلال ايا خطبتها على سمنة الله ورسوله عشت معها اجمل ايام حياتي وجامي ولا لقيت منها مشكل ولا حتها بروبلم صغير صدقوني كانت نعمة الزوجة مام يما كانت تعاملها بزاف مليح وحتى هي كانت ضريفة وتعرف تهتر وتخدم يما قبل ما نجيبوا دلاري وكزت ولدت وجابت اول طفل ما خبيش عليكم تما ولت ما تقدرش والمسؤولية كثرت عليها انا اخترت نقول لها ما كلحت روحي يما راهي بصحتها لو كان راهي مريضان قول لك ما عليش بالسفع لك تخدميها راهي لابس بيها المهم هي كانت تقول لي لا لا ما تدبرش عليها انا هادي كراني دايرتها كشغولي يما وخليها فني يا بصاي ما قلت شنلك لك معها بزاف حتى وحت المرأة كانت شتكات لي من كرشها قلت له وش بيك غير الخير كش ما كليتي قلت لي لا لا والو سبحان الله انا استغربت وقلت بالاك الكولون ولا نضنم حصبح وسترها ذاك ما زال فيها قلت لها نضيك لطبيب دوك رحنا عند وحدة يعني جيني غاليست بريفي عادي فوتت لها قتلها سمحيلي انا ما عنديش بزاف سوالح اللي بينولي وش كاين وش ماكاش نبعتك الاسبيتر على الحساب وش ركي تحكي غير الاسطومة وحاجة خفيفة دخلوها مباشرة للاسعافات الاولية بس كلقوا حالتها خطيرة وعندها نازف داخلي في الرحم عاية اليمة وبابا وخاوتي وخياتي كامل جاو حتى العيل انتحها تلاقي ناقعة تماما قعدنا ندعو الرب سبحانه وانا تشوفوني قريب عمري رايحة تخرج اصبعت اياه كل طيقان ترتك فيهم يما تخزر فيه وتقول لي ما تقلقش رايحة خفيفة وراه في ايادي امينة اتطبرهم يا عرفوا شوية هكذا تخرجل عندنا طبيب قلنا وراه يماها ولا راجلها جينا كامل نصدمنا عليه وش كاين غير الخير خزر فينا وقالنا بلي الحالة رايحة خاطيرة ومنا للليل رايحة تبان الى كان تعيش ولا تموت انا تماما كانت صدمة كبيرة ليا ومستنيتش هاد الخبر من عنده قلت له كيفاش يا دكتور المرأة تنقز لبس بها شافية وقلل المشكلة هذا وقع لها كي ولدت وحسب ظنني هي ما كانتش تدير لي كنترول موراها على هادات فاقمت حالتها ودرك منها العشية رايحة تبان ادعو لها كامل نخلوها في يد ربي سبحانه ومعجزة الله رايحة كبيرة قعدنا صابرين ومحيرين يما تبكي يماها قلبت الحالة داخل سبيتر وليدي صغير كان داخل بوغت بي بي محطوط تم فوق الكرسي انسيتو كامل مسكين اياه قاعد نحوز على هدكتر حتى لقيتو قلت له حبيت نشوف مورتي الله يخليك الى كانت راح تموت ام ونشوفها النظرة الاخرة قل لي ممنوع يا اخويا اراهي داخل الانعاش مستحيل هذا واندرنا لها العمالية والنازيف ما زال عندها المهم منا للين قلت للكم راهو رايح يبان كلش قعدت هنا نحلل فيه الدموع طاحوا من عيني يا هو كشفني كيمها هكذا قل لي تبعني حتى نشوف يما ويمها كعجة ويجرون ورايا قل هم حبسوا كيمها راكم صايب طلت من بعد شفت فيه يما وقتله خلاص دكتور ما عليش خليه يروح هو وراه ومحرك كتر منا وكاين تاني يماها ولا تقدر تدخلها خضناه ما عليش كيفاش قالها رواح انتي تانيك رحنا انا وانسيبتي دخلنا وشوفناها راقدة وماشي جايبة الخبر قاعدة بدنا نشوف فيها غير من الزجاج هذاك قلت له دكتور تعيش راني حب ندخل لها نسلم لها على راسها على يديها قبلك تحس بيها خضر قال لي راهي تحت التخضير ما تقدرش تحس بيك مهم انا قاعدت نبكي غير من هذاك الزجاج ونتمنى لو كان تفتحينيها وترويش لي لو كان بيدها قلبي قاعد مقبوض ونستنى غير في التقيقة اللي قللي فيها خلاص فطنت وراهي مليحة امالي بربي كان كبير ويمها قاعدت تبكي وتقولها يا ابنت ما تخلينيش مهم قلب الام راه يحس جوزنا واحدة رباح ساعة ونحن هكذا قاعدت لنا فرمليا قاعدتنا خلاص ساي روحوا من هنا تعيشوا ويبدأوا يجوا الناس ويغيظهم من الحال كي ما ندخلوهم اراهي ممنوع ما على باليش كيفاش الطبيب خلاكم تدخلوهم روحنا وقعدنا نستنى في هذوك الكراسة الى بره لحق الطناش نتعليل المهم كاين اللي راحوا لديورهم من العيلة نتاوعنا وهنا قاعدت تمه يما كيف كيف مسكينا الوقفة ولات ما تجبرهاش وقلت لها روحي للدركيش خبر انا عني راح نعيط لك ما حبتش حرنت شوية هكذاك ويجي لي يا الطبيب اللي كان قصر معايا من قبل قل لي جيت نخبرك ونقول لك باللي الامانة اللي مدها ربي غراهو الداها احنا ندرنا كامل مجهودنا باش نسلكولها حياتها بالصح قدر الله وما شاء افعل البركة فيكم ضربني علاكت فيه وانا في هذيك اللحظة حسيت الدنيا الدور من حوالية ضربت في اللوضة ومعرفت كيفه وبعد ما نفسر لكم بزاف على الحديثة تخيلوا واحد يموت ويحب مرته لدرجة الجنون كيف شرهو رايحي وانا فوت هذيك المدة وانا ما ناكل ما نشرب غير حاجة قليلة وهذاك الطفل والدي غايضني ولي الكمبلي هو يبكي حتى ويبات عندي يما عند خياتي سبحان الله غير تقولوا راهو حاس وقالوا حتى وحد النهار يما قتلي وش رايق لو كان الدهل المان واخرى بلاك ما تم يسكت وانا لابلك انت ما تقدرش عليه وانا راني مرة كبيرة هذا الطفل المذبية يبقى بيناتنا بالصحة لازم نشوف له حل ما عرفت كيفاش عايضت علي موقت لها غير هذي الهدران لي ما تعاوديهاش هذا وش قاعد لي من ريحة المرحومة اكي حبت قطعي الصيلة ولا وشنوه وهي فهمتني وعلى بالها باللي انا كنت نحب مرتي بزاف الموهيف هذي كلمتة واللي تشد ولي ديلي الكمبلي ادخيلوه ورافدوه وندور به في الكولور وفي الشنابر باش ما يقعد شي بكي هو يعجبو الحل ويبدأ غري يضحك حياتي تقلبت كاملة ووليت حزين بزاف ويما كي شافتني كما هكذاك قطلي خلاص غري حبس هذي الخدمة اصلا رهي متعوبة وانا قلت لكي فاشر نريح نعيش وزيد بزيادة هذي الطفل لازم نستقبله بشكي يكبر يصيب حاجة شافت في يوقات لي حبيت نقترح عليك حاجة وراني خايفة قلت لها هذري اما كلامك فوق الراس والعين الى كن نقدر عليه قلت لي حبيتك تتزوج بكشمرة سوى انت تشوفها ولا انا اللي نجيبها لك لسانسيال هذي الطفل ما انا نشحب نربوه نخلوه هكذا لما تكون عنده ام تلايمه خزرت فيها وانا مانيش قادر نهتر قلت لها يما قبر المرحومة ما زال ما نشفش وزيد بزيادة على بالك شحر كنت نحبها ما نقدرش نشوف في مرة واحدة اخرى نكدب عليها ونخدعها لا لا قلت لي نورمال حاجة عادية جيبها على جل هذي الطفل والشرط متعك راه رايح يكون مدقيقة اللولا حاجة نورمال وكاين سبساف اللي يحبوا يستروا وحديهم وزيد انتارك الله يبارك دارك وحدك كاين اللي تقول لك لا لا كلامها قنعني وقلت لها خليني نفكر بسك مرة نشحب ندير اي خطوة ونندمع لها من بعد ادخلت لداري وبديت نتفكرك في كامل اللي سوفونيغ اللي كانوا معاها شديد حويجها وقعت تغير نبكي ما عرفت كيفاه ارقدت على هذيك الحالة من بعد جاني في المنام كيشغل مرة وبدأت الدور الدور وشد في يدي موهم ما عرفت هاش إلا كانت مرتي ولا مرة واحدة اخرى ولا بلك احاسيس وتطبقه في المنام نطمع الصبح ودعيت في صلاة الفجر لربي سبحانه وثانيك صليت استخاره باشي لك كان اي حاجة راني ناوي نديرها الله ولي سهل لي شهور قليلة جاتي ما عودت فتحت معايا الموضوع وقعت لي كاين واحد المرأة راني عرفتها من عند جارتنا وثانيك راهي مطلقة ومعندهاش دراري ومعيشتها جوزتها في لاسوفرنس معها ذاك الراجل اغبنها بالزعف ومعلا بليش قصتها كيفها دايرة المهم إلا رك حاب نروح ليها ونحكي معاها كلش ونعطيها شروطنا وهي تعطينا شروطها اللهم ما ذارك وإلا ما ركش موافق قل لي منظرك طفلة ولا غري عجبتني وتبان بنت ناس شفت فيها وقلت لها دبري راسكي ما والله العظيم غير راهي تهلفت لي على بالك باللي أنا ما نقدش نحب مرأة واحدة أخرى المهم صالحي هم بكلش يما راحت يومين جات قاتلي فريد لك صالحتك والمرأ هذي راهي قابلة بكح شروطك وثانيك قالت نا نقدر نجيك بلا مهر عادي راهي حبت ستروحها راهي بتلقا ولها دراك فرت عليها المهم أنا علاجة الولدي وافقت بالصح الحاجة اللي قعت مستوم منها كيفاش كاي نمر وتتزوج مع واحد يدير هكي يشغلوها في الدار واخديما الولدو قدرنا العرس نتاعنا بسيط بدينا جفنا طعام للجامع والجيران حاجة خفيفة اما بالنسبة لدراهام والمهر مغبنت هاش أعطيت لها كي ما اي امرأة تكون حتى تزوج بصح العرس راكو تعرف وما كاشقع كيفه هي دخلت وكانت بزاف فرحانة ليلة حرسنا كنت شفتها اول نظرة هي كانت شابة وتبان بزاف كالمهادية ولدي غير تقولوه وشايفته ماشي مأمنة ترفض فيه وتحنق وتسلم عليه انا شفت فيها وقتلها خيحكات لكي ما كلش قاتلي اعلى بالي غير ما تكسرش راسك انا راح نرقد في الشمبرة الصغيرة لي من هيك وهي ترقد مع ولدي في الشمبرة الكبيرة ولدي بداي يوالفها وبداي يتكلمه ويسكت غير تقولو في الليل تضرب له تكن تعرقات والتفكير التاعي السيء واللي تنخمم باللي راح يتدير له سره باش هكذا ما يقلقهاش ما كنتش داير في بالي باللي كاين مرة بنت فاميليا وتحب الماليكة وحتى هم يموتوا عليها بديت كل يوم نقلب لها في قشها وفي سوالحة بالصح ما صبت والو وهي حسيتها بالليفة قتلي واحد الخطراء قتلي على شك تفرقتلي في حوائجي غير الخير اكشاك فيها بلاني نخدع فيك كونكم هني راكمها وحده بنت فاميليا من بعد بدت تبكي وما حرفتش السبب انا غاضطني رحت وقربتليها قتلها غير الخير اسمحيلي والله ما راني داير في بالي باللي زعمنتي تديري عفس الوليدي ما هيش مليحة قتلي علش ما ترقدش هنا معي وتشوف كل شب عينك قتلها انا ندير فيك ثيقة بالصح الاقتراح تاعك عجبني نرقد هنا يا هكذا باش نشوف لانه مصلحة الوليدي اقبل منك حسيت باللي كلمتي جرحتها شفت فيه وقعتلي اعيب عليك تديري كماهك اخي على بالك وشورطنا واضحين المهمة جاني حتى احساس في هذا النهار الليلة هاتيك رقد تم وعلش انا القد والو قعدت تنحس فيها صبتها باللي محظنة وليدي ودائما تديره المخايد في الطرف هكذا باش ميروحش ويطح في الارض انا مع الصباحها مانوتش بكري كان الويكاند شفت فيها وقعت لها طيبتي القهوة قتلي ايهر واحدة قهوة وكانت بزيف شابة واللي تنحس فيها كل يوم تضرب لي الحطة بالعاني هذا قعد باش تجذبني لها بالصح هكذاك وانا وبوالو فوت مدة شهرين وانا على هاد الحالة بالصح الاحساس تاعي بداي يتحرك من جهتها خاصة ان كي شفت معاملتها مع والدي ومع والدي بسيف مليحة حليت نحس فيها المرة الاولى اللي راحت لي مع انه منستهاش وعمري ولا ننساها بالصح ربي سبحانه بعتلي هاد الانسانة اهدية من عنده باش يعوضني ويصبرني على الفراق انت اعمرتي زوجتي الثانية واللي تنحس بواحد الاحاساس غريبة فيها وتحركوا بعد مدة طويلة من الحزن والكآبة اي وحد النهار وليدي كان مريض بالحمة وانا يا قررت اني نرقد تمام مع هادك الليلة انا وياها ما رقدناش بقينا نقصره وهي شوية وتطرتك بالبكاء وبقات تحكيلي على راجلها اللول والاهانات والذل اللي كانت عايشة معاه وقات لي حبيت نفرح في حياتي نشوف نهار زين هي قسمتلي قلبي بالكلام انتحها وقلتها علاش لا لا ما نعيشوش عائلة مت كاملة اللي مات وراح راه في القلب لكن اللي راه وعايش لازم يستمتع بحياته فكرت يومين وانا هكذاك من بعد رحت ليها وقبتها قتلها نحب نهتر معك في واحد الموضوع قات لي وش كاين قت لها حاجة تخصني انا وياك شفت فيا وتبسمت قات لي جاب لي ربي فهمتك كلامي كان واضح وكامل معاني وهي فاهم الله يبارك هذه الليلة كانت وجدة روحها وفوتناها بزاف هيلة بدت قصة حبي مع مرتي الثانية اللي جامي ويلا استنيت اني قلبي يتحرك على مره الحمد الله يا ربي اوليدي قاعد يكبر ما بيني وبينها ومعاملتها الزينا كل يوم تزيد كتر حسيت ربي عوضني وارزقني بحاجة ما كنت نتصورها هي خرجت من الحزن انتاحها وحتى انا نفس الشي ربي بعد مدة قليلة افتحها عليها وروحت سافرت انا وياها لتونس اديتها تشوف واحد المناظر بزاف هايلين وهي ماشي مأمنة قات لي جامي استنيت هذه الحياة راح تكون انا وياك ثم كانت فارقة الحياة توفات ادعو لها كامل بالرحمة صراحة الجرح حسيت وعاود حياة من دارة وجديد الموت بزاف مرة على العبد بالصح الحمد الله اللي لقيت مره كما هي عوضتني ووقفت معي في الحلوة والمرة وقالت لي باللي هذه سنة الحياة وربكي ما اعطانا حاجة يقدر ينحيها لنا المهم كانت مره بكل معنى الكلمة وما نقدرش نقول لكم زعمة مصر وش ما شاكل معها لا لا كانوا يصراون نقاشات بصحة خفيف وجامي ولا يتطوروا لدرجة كبيرة كنت خطرات انا نسمح من حقي ومرات هي اللي تسمح من حقها وتجوزها هذه هي قصتي اليوم حبيت كامل تسمعوها وتدوا من هالعبرة وتاني كتمدوا لي رايكم راني نقرأ في كامل التعليقات متاعكم ولا لبنات هذه كانت قصتي اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وديتوا منها فايدة فريمو عجبتني انا انا كتكون قصة شابة نقول لكم عليها نحب القصص اللي النهاية انتحهم سعيدة لكن للاسف المجتمع انتعنا مين داك تكون سعيدة مين داك تكون حزينة مارناش عايشين في فيلم دايما تكون نهاية مليحة ما نطورش عليكم تلاقاوا في قصة جديدة دايما نفس الموعد تسعى نتعليل ومرات ندير لكم واحدة ارزوشتا عن نهار تلافي وليداتكم تلافي روحكم سلام